بسم الله الرحمن الرحيم في سؤال بيقول ازاي نعمل الورنجبيل او البنطة بتاعة الورنيش طبيعي جدا وانت بترش هي اصلا الورنيشة بتنزل فيها بسم الله يعني نرش مع بعض الجنب ده الجنب ده فيه بونطة طب ايه هي العوامل اللي بتتحكم في البونطة دي كل ما كان المسدس بعيد كل ما الورنجبيل او البونطة هتكون لها في بونطة كل ما المسدس كان قريب كل ما تكون الورنيشة سايحة كل ما الورنيشة تكون خفيفة كل ما تكون سايحة كل ما تكون تقيلة كل ما يكون فيها بونطة كل ما المسدس الفونية بتاعته عالية واحد واربعة البونطة عالية عن الواحد وثلاثة واحد وسبعة بونطة عالية جدا عشان خطر كده ما ينفعش نرش بجوه كمان هتطلع البون مجدرة. الورنج بيل عالي. فونية واحد واتنين واحدة تلاتة بيطلع الورنيشة نعمة. اللي مطلوب منك انك ترش ناعم حالو وما تصنفرش وتلمع. الا ازا العربية هي نزلة من المصنع بتاعها او البنطة بتاعتها مراية. شكل ازازة. دي بتبقى متصنفرة متلمعة بماكن جوه المصنع. فانت بالتالي بتحاول توصل للعامل دي. تخلي الورنيشة معاك خفيفة. بتجيب مسدس اللي هو الاربي او الترانسي تيك او ال ال اللي في ام بي ده. اللي هو الهوى بتاعه شديد عشان ناعم لك في الحباية. فونية واحد واتنين. فونية واحد وثلاثة. يناعم الحباية. اقرب ايدي. بسم الله. نرش مع بعض. ونشوف ان شاء الله النتيجة بعد ما نخلص رش ونكرنا الباب اللي بالرفا. بسم الله. القليل ايدي. حاول تخلي اكتر قليلا. كمية من الدهان تنزل على القطرة متعملش عطرة ننزل بوشة تانية نحن كده بعد حوالي ثلاث دقايق أو خمس دقايق حسب نشر الفنية بسم الله سيح الشغلانة هي مش هتبقى زازق زازق يعني لو ناخد بالنا بص هي سايحة بس فيها البنطة بتاعت المصنع تبعزين سايحة ها حاول بقى ايه يكون مسدس ايه اللي فيه ام بيه فنية واحد واثنين اقرب ايدي اكتر اخلي الورنيش معاها خفيفة سنة كل دي عوامل بتسايحة لكن هتوصل بها ازازة ازازة يعني بصراحة ده هيكون محتاج بقى صنفرة وتلميع ان هما في المصنع الازازة دي بعض الموديلات يعني بعض الموديلات في الشركات هي اللي بتصنفر وتلمع جوه المصنع بمكان صنفرة وانترفيز وكسة كده لكن مش كل الموديل العربات بتعمل كده يعني فانت ممكن تصنفر وتلمع بسم الله زي مسدس فنية واحد واربعة لو القواتة راكب عليه وش WBX بص انا اعلت ضغط الهوا سنة بص اعرض ايدي بص اعرض ايدي اقرب ايدي قرب ايدي شوه اقرب ايدي تنبص كده ايدي ايديكم. عاشة وحوش. وانت عينك على شكلها. المجدارة عايزة سياحة لنقرب ايديا شوية. تيسلم ايديكم. تيسلم ايديكم ما هوش. طب انا معايا العربية البنطة اللي فيها اعلى من كده بابدأ اللي انا انا عايزة مبنطة ابعد ايديا. ابعد ايديا شوية. اختار مسدس اتشي فيه البي مثلا كونيا واحد وثلاثة واحد واربعة. وبال اتشي فيه البي تعرف تسايح برضو. تقرب ايدك وتبطأ السرعة. عاشة وحوش. تيسلم ايديكم. ده تينار فدقاوة او تينار فورن عاجة. هذه كده البنطة ايه. عايزين نسيح. نعلي ضغط الهواء. نقرب ايدينا. الكصص دي كلها. نشيل الورق ده وننبص. بص لو ناخد بالنا هنا كده. بصوا البنطة. دي البنطة الاصلية هي شايفين الاورنجبيل ده. يعني ممكن قول عليه اورنجبيل. لو ناخد بالنا هنا كده. بصوا الحمد لله الشكل واحد ازاي بس. ما سنفرش ده وسيح ولما عليه. هسنفر ولما اطلق ده متبلت مراية. وده في البنطة بتاع الماصنع. واخدين بالكو. بس. اعملنا ايه? احنا حطينا اورنجبيل. احنا رشينا بطبيعتنا عادي جدا. اهو. وهي يعني لو فرقة بسيطة مش هتبقى قصة. كده تبن اكتر. ايوة. 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 اي شايفينها ايه? عايش احوش. تيسلم اليكم. واللي عنده اي اضافة حوالينا الموضوع ده سيف التعليقات. عندنا فيلم مجدود. وفيلم فيه اورنجبيل. هادي الاورنجبيل. اهو. عبارة عن موج صغير جدا كده. طب ده ليه مجدود. لان حبيباته صغيرة. الجزيئات اللي طلع من المسدى صغيرة. فبالتالي خلت الفيلم مجدود وسايح. طب ده الجزيئات كبيرة. فبالتالي ده الشكل ده. دي هي دي الاورنجبيل اهي. انما هنا صغيرين جنب بعضهم. صغيرين. الاورنجبيل. يكاد. مش باين. طب عايزين نعيمها اكتر. الصغيرين دولت. اهم بنمسكهم نبلطهم. بنخليه املس. وبعد كده نلمع. طب ده. ده جزيئات كبيرة. جزيئات كبيرة. كل ده اورنجبيل. 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 طب عايزين نسياحه. نضطر اللي احنا نصنفر. نسويه. وبعد كده نبدأ اللي احنا نلمع. طب ايه اللي خلنا ده ناعم. الادي المسدس. البنتة. وادي الوش. وادي الهوة. الهوة دخل هنا. الدهان نزل هنا. الهوة ده لو شديد مع الدهان. يبدأ يكسر في الجزيئات خالص. طب لو الهوة ضعف. الجزيئات تطلع تخينة. يعمل اورنجبيل. طب بعد نقدينا يدينا الشكل ده. طب قرب نقدينا يسيح اكتر. طب الفنية واحد واتنين واحد بوينت اتنين يدينا الشكل ده. ده ممكن يكون واحد بوينت سابعة. فنية واحد وسبعة. فعوامل كتير افتخش في الموضوع ده. اهو. يعني انت ممكن بواحد بوينت سابعة مثلا تقرب ايدك تجيب الشكل ده. يعني في شكل تقريبي ممكن. لكن صعبة يعني. لكن هنقول ايه الفكرة اه. ليه? اه 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 فنية واحد وسبعة فنية خينة هيطلع الدهان اورنجبيل تخين. طب لو انا خليت الهوى جديد لا هيقصر هيخليها اصغر ممكن يخليها واحد واربعة واحد وخمسة لو زودت الهوى اكتر يقصرها اكتر الفكرة كيرا ان شاء الله واصلة نفس الكلام الدهان تقيل كلما يكون الدهان تقيل مع الهوى بيبدأ يطلع جزيئات كبيرة طب الدهان لو خفيف يطلع جزيئات الهوى يعرف يقصر في حاجة خفيفة يطلعها انعم ان شاء الله الفكرة كيرا تكون واصلة رجال اما حاجة ما نخلفش رجالة نشارات فنية خاصة بالمنتجات بردك على فكرة عربلية لما تأخذ وشين وارنيش بتروح يعني وش تاني تسيح بردك معاك وتلم وشفيا اطرابة حتى لو فيها نمش خفيفة كيرا اطرابية خفيفة مش نمش اللايات تدبيسة لا الورنيش بيلم اي حاجة خلالك حلوة كبيرة وشين وارنيش بيكونوا حلوين يعني وفيه ناس بتقول تحاول ما تطولش وقت الفلاش تايم عشان وارنيش تندمج مع بعضها وكلام من ده شغال يعني اما حاجة بردك ما حصلش معاك تاتيسة او حاجة هتخلفش نشارة في النوم ولا عنده ضافة يا ريت تسبب تعالى ده رجالة ممكن تكون واخدوا عبالك من حاجة واخد بالك انت تفيدا خوك تسلم اليكم يا رجال عاش يعني ممكن نقول مسلا ايه العوامل اللي بتعملها بعد الايد يعمل اورانجبيل زي ما تكلمنا كلا بس اللي عنده ضافة سبا لخوطة رجالة فيديو عجب حلو تعليق جميل تقصناش تدعوة حلوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر